موسيقى وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع دفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تغطروا أفكار في قلوبكم انظروا يدي ورجلي إني أنا هو جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترونني وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه موسيقى ها نحن قد بلغنا زمن الصوم الأربعين المقدس هالزمن يلي فيه وضعتنا الكنيسة لحتى نكون فعلا عم نمشي مع يسوع المسيرة الصيامية المسيرة يلي فيها نتأمل بالإنسان الرائع يلي يسوع حطه بقلبنا يوم يلي اتعمدنا ولبسنا يسوع المسيح بالروح القدس الساكن فينا يوم أحبي نتأمل بيسوع يسوع يلي سمع كتير إشياء يلي تعرض إلى البصاق إلى الألام إلى كل ما لا يمكن لإنسان أن يتحمل قد تحمله يسوع يسوع نوضع أمام بلاطس يسوع يلي شف المرضى يسوع يلي عبط الأبرس يسوع يلي أقام المخلع يسوع يلي كان عم يدعينا بكل هالفترة أنه نكون فعلا أبناء المحبة والرجاء يسوع يلي دخل إلى أورشاليم واستقبلناه بصعف النخيل يلي استقبلناه ولناله شعنا مبارك ونلقات باسم الرب رحنا وقلنا لبلاطس اصلبه اصلبه ودمه علينا وعلى أولادنا اليوم عندما نتأمل بيسوع هيدا الملك العظيم هيدا الإله العظيم يلي كان بيقدر بكلمة أنه يهد الدني كلها على روس الأشخاص يلي عم يضربوه وعم يبزقوه وعم يظلموه وعم يحكو عليه كلام ما قالوا عليها فيه يسوع فضل الصمت بكل هالمسيرة الألام يسوع كان صامت كشاة سيقة إلى الذبح ولم يفتح فاه اليوم يسوع بعلمنا أنه الصمت بيخلينا نرجع لذيتنا الصمت بيخلينا فعلا نتأمل بالإنسان الحلو اللي سيكن فينا يسوع خاف مثل كل إنسان لأنه يسوع كان إنسانا كاملا وإلها كاملا يسوع خاف لأنه هو بشر خاف من الألام خاف من العذابات اللي نطرته لأنه ما أبشع يعرف حاله لوين رايح ما يقدر يعمل شي اليوم أحبائي يسوع رغم كل شي كف الطريق وعلمنا أنطيع كلمة الله الآب لأنه قاله لتكن مشيئتك لا مشيئتي اليوم يسوع يلي سلم ذاته لبي السماوي علمنا أنه سماع كلمة الرب هي أهم نقطة بحياتنا لحتى لنكون فعلا نسعى إلى الخلاص وإلى المجد السماوي ذهب يسوع درب الجلجلة وحمل على كتفه الصليب هالصليب يلي بيمثل خطيانا الصليب يلي بيمثل الإنسان البشع اللي فينا الإنسان الشرير ليذكرنا بالقول يلي قاله يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الرافع خطايا العالم راح يسوع إلى الجلجلة حامل الصليب درب العذاب درب الألام ليقله للإنسان أديش هو بيحبه أديش الله الآب حب الإنسان أرسل الأنبياء بالعهد القديم ولم يفهم ولم يقتنع الإنسان حتى وصل بالآخر فأرسل ابنه الوحيد مثلا بيقول يحنى بإنجيله حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية اليوم يسوع يلي صلى على جبل الزيتون يسوع الإنسان الخائف من العذاب ولكن الذي اتكل على أبيه السماوي وسلم له كل شيء ذهب إلى الألام الخلاصية لكي ما يخلص الإنسان لشدة محبته للبشر يسوع يسوع يلي صلب يسوع يلي تحمل كلام اللص يلي قال له إذا كنت إنت ابن الإنسان خلصنا وخلص نفسك يسوع كيف تحمل إهانات كان بهالوقت صامت كان بهذا الوقت يصلي علمنا أنه بعز الشدة بعز الألام بعز الوجع ما نكون عم نكره أعدائنا يسوع علمنا نحب كل اللي حولينا مشان هيك صرخ يسوع وقال أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يعملون يوم أحبائي عندما نتأمل بيسوع المحب يسوع المتسامح يسوع عم بيعلمني أنه اليوم حياتنا مليئة بالتجارب مليئة بالخطايا مليئة بالشكوك الكتير يلي بتمرق بحياتنا اليوم بتخلينا نشك بوجود الله بتخلينا نشك بإيماننا اليوم يسوع كان دايما يهد تلميزه ويقول لهم يا قليلي الإيمان نحنا مشكلتنا أحبائي اليوم خاصة بهالزمن زمن كورونا قديش نحنا اليوم قدرين نكون مثل يسوع يسوع يلي كان صامد بكل أيام الألام والعذاب بوقت الخيانة يهوذي يلي خينه بثلاثين من الفضة قديش نحنا اليوم قدرين نكون على مثال يسوع يسوع ذهب إلى الألام وصلب وأسلم الروح فانشق حجابه الهيكل مثل ما قال يسوع أن هذا الهيكل سوف يدمر وسوف يتكسر ويضحن ولكن سوف يعود ويبنيه في ثلاثة أيام لمن كان يحكي عن حيله يوم يسوع يلي سلم حيله لمشيئة الرب مجده ألقاب السماوي بأكتر من محطة بحياته إن كان بالمعمودية لمن قال هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت وإن كان على جبل التجلي لمن قال لهم لبطرس ويحن ويعقوب يلي كانوا وقفين معه هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله سمعه يوم يسوع يلي سمع كلمة الرب يلي سمع كلمة بيء السماوي استحق أن يمجد وأن يأخذ رضا بيء السماوي لذلك عندما صلب على الصليب نقول تألم وقبر وقام في اليوم الثالث نحن نؤمن بأن يسوع نزل إلى أساف الدركات الجحيم لكي ما يصحق الجحيم بقدرته وسلطانه الإلهي يسوع المسيح علمنا أن من يتكل على العناية الإلهية ومن يكون مسلما أمره للرب سوف يقوم ويمجد معه ويكون ابنا ووارثا للملكوت السماوي اليوم يسوع بقيامته من بين الأموات ثبت إيمان الأشخاص يلي كانوا معه اليوم بيقول بولوس الرسول برسالته إلى أهل كورينتوس رسالته الأولى بيقوله لو لم يقم المسيح لكان إيماننا باطلا وتبشيرنا باطلا اليوم أحبائي عندما ننظر إلى يسوع نتذكر رسالتنا المسيحية يلي هي أن نكرز بكلمة الرب تماما كما فعل يسوع أن نقف مع الفقير أن نضم الموجوع أن نزور المريض أن نعاين السجين اليوم يسوع بإلنا من يريد أن يكون ابنا ووارثا للملكوت من يريد أن يكون ابن القيامي عليه أن يسمع كلمة الرب ويعمل بها شنهك دائما كان يسوع يقول طوبة للذين يسمعون كلمة الرب ويعملون بها هؤلاء هم إخوتي هؤلاء هم إخوتي هؤلاء هم أمي اليوم نحن أبناء الكنيسة أبناء القيامي عندما نسمع كلمة الرب عندما نعمل بها ونبشر بها أينما ذهبنا اليوم نتأمل مع يسوع القيامي يسوع يلي رغم كل أليمه تمجد باليوم الثالث وقام من بين الأموات فزرع في قلوبنا الفرح والسرور وتمم كلام الأنبياء وكان فعلا هو القائم الذي خلص الإنسان وأقامه معه من آدم العطيق الذي عصى أمر الرب وعرض نفسه للخطيئة إلى آدم الجديد الذي ولد بالقيامة وأصبح وارثا للملكوت فألهن معه وأصبحنا نحن أيضا أبناء لله الآب وهياكلا للروح القدس الساكن فينا له المجد إلى دهر الدهور أمين وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كيلوبا ومريم المجدلية فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقف قال لأمه يا امرأة هو زى ابنك مريم العذراء أم يسوع يلي كانت واقفة على الصليب هي ويحنى واقفة على الصليب علامة وقوف العذراء في جميع المواقف يلي عينت منها من خلال حياة يسوع على الأرض وبكل المواقف العذراء كانت تتأمل هذه الأشياء وكانت تقبل كل شيء بقلبها وأيضا بعقلها وهيدا من خلال إيمانها مريم العذراء ما فينا نفتح الكتاب المقدس العهد الجديد من لوقة لا يحنى لمتى بلا منشوف هذه الشخصية التي رافقت بصمت حياة المسيح على الأرض ومن العذراء مريم ولد المسيح وصلب المسيح وأيضا بعرس قانا الجليل كانت العذراء حاضرة ولولا العذراء لما حصلت أجوبة تحويل الماء إلى خمر وما صار في فرح بالعرس إذا مننتقل للصليب والقيامة من الألم إلى القيامة العذراء كانت من الأشخاص يلي كانت مآمنة أنه المسيح سوف يقوم في اليوم الثالث وهي والمريمات كلهم في قبر هن يلي أعلنوا قيامة المسيح من خلال هذا الحدث العظيم يلي من خلاله المسيحية تعتبر هي ديانة القياميون هي ديانة التي لا نتوقف فيها عند الصليب فقط مع ما يحمل الصليب من علامات الطلاقي بين الله والإنسان الصليب يلي هو العلامة يلي وقفت الحاجز بين الله وبين الإنسان الصليب يلي هو إجهى محل الخطيئة واللي هو كان علامة لعنة صار علامة خلاص مريم العذراء يلي هي خبرتنا أكتر بحياتها عن يسوع المسيح وكانت مرسلة لا إله لا إلنا كمانا مرسلة من الله الأب الإنسانية اللي اختارها وبقلنا العهد الجديد أنه مثل ما عجائب الله تبنت وصارت من خلال الأشخاص الطبيعيين ليش لأ نحن بحياتنا ما فيه ربنا يحملنا عجائب وأمور فائقة الطبيعة ولو كنا ناس نحن عاديين فما فينا نحكي عن العذراء من دون ما نحكي عن القيامة وما فينا نحكي عن القيامة من دون ما نحكي عن العذراء فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيال قبر وكان الاثنان يرقدان معا فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء أولا إلى القبر وانحنى فنظر الأكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة بطرس صياد السمك لما قاله يسوع اتبعني مشي معه ومشي معه كل الدرب يسوع علمه على الدرب أنه بده يتقلم وبده يموت من أجل خلاص البشر بطرس من محبته لياسوع كان عفوي كان عنده غيري على يسوع لهالسبب مرات كتيري كان يتسرع بمواقف مثل لما تسرع وقال له لو تركوك كل الناس لما حكي يسوع عن صلبه أنا ما بتركك والمرة الثانية اللي تسرع فيها مار بطرس لما إجل حتى ياخدوا المسيح من بستان الزيتون قطع له دينته للجندي اللي جاي ولكن مع محبة بطرس ليسوع ومع هالغيرة هايدي بطرس بألام يسوع ضعف قدام الخادمة اللي إجا تتقله إنك أنت بدك تكون إنك أنت من تلاميذ يسوع قال لا لأ أنا مش من تلاميذه نكر يسوع بطرس لما تطلع في يسوع عمل فعل توبي وهيدي قوة بطرس وقدرة بطرس إنه شارك المسيح بعدين بمجده بانتشار الكنيسي في العاصمة الرومانية في عاصمة الرومان في عاصمة السلطة وراح لهونيكي لحتى يكون فعلا عم يبكي خطيته وعم يعلن اسم يسوع وكان سبق والإديس بطرس قال إذا ما تركتونا نحكي عن المسيح عن مين بدنا نحكي بطرس اللي ضعف لما عتبر ذاته إنسان كان قوي لما كان ملتزم بكلمة الله وما عاد همه إذا يعلق على الصليب بالقوام أو بالقرب همه الوحيد إنه يكون عم يشهد ليسوع المسيح فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا تحت الصليب قال لأمه يمرأ هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا أمك ومنذ تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته يحنى يحنى يلي كان على الصليب واقف هذا اليحنى يلي قاله المسيح هيد إمك يا يحنى هو يحنى الحبيب وأيضا إلا العذراء هذا ابنكي علامة على أنه العذراء أصبحت أم لإلنا العذراء صارت أم للبشرية كلها ويحنى أيضا يمثل المؤمنين يمثل الشعب المسيحي يلي صرنا نحن نأخذ العذراء مريم أم لنا أكيد يحنى الحبيب يلي رافق المسيح ما فينا ننسى العشاء الأخير يلي فيه كان يحنى الحبيب يتكئ على صدر المسيح ما فينا نحكي عن القيامة بلا ما نحكي عن بستان الزيتون ما فينا نحكي عن هيدا الشخص يلي حقيقة كان من الرسل وكان هو الشخص يلي بيحب المسيح واللي بيتكئ على صدره دايما هيدا الشي بيعطينا لإلنا على أنه أن نكون بحياتنا بصعوباتنا بالصليب يلي نحن عم نعيشه نتكئ على صدر المسيح وأوقات نغفى لأنه نحن أكيدين على أنه هذا المسيح يلي نسلب على المسيح على الصليب تي يسلب الخطيئة الخطيئة سوف يقومنا معه في أيضا القيامة يحن وكل الرسل ولكن ما فينا نحكي عن القيامة بل ما نحكي عن يحن الحبيب إذن يحن الحبيب مريم العذراء مريم المجدلي والمريمات كل يلي ركدت الصبح فجرا لي طيبنا الرب طلعوا هكي بالقبر وملئوا المسيح كان المسيح قد قام وهن ركدوا قالوا لابد رس أول الرسل أنه المسيح ليس هنا ولكنه قام إذن المسيح قام وهو حقا قام ونحن شهود على ذلك وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتومى معهم فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم ثم قال لتومى هاتي أصبعك إلى هنا وابصر يدي وهاتي يدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمنا بل مؤمنا أجاب تومى وقال ربي وإلهي قال له يسوع لأنك رأيتني يا تومى آمنت توبى للذين آمنوا ولم يروا تومى تومى تلميذ من تلميذ يسوع مشي معه وكان يحبه ليسوع ولكن ما بعرف إذا كان تومى كان عنده هيك يروح النكدة روح الظرف ولما مرات كتير كان يجتمع هو والرسل مع المسيح كان يمر كلمات تصور أنه مرة تومى بيسمع يسوع يحكي عن موته بيقول أنه شو بده بينا نروح نموت معه وهيدا اللي حدث لما يسوع قام من بين الأموات وإجوا التلاميذ يخبروه لتومى أنه المسيح قام قال له ما بسدق إلا تحط إصبعي بجراحه ووضع يدي بجنبه تومى اللي كان في عنده أحيانا هالشك بالكلام اللي كان عم بيقوله يسوع تومى لما يسوع ظهر للرسل وهو معه بيقوله تومى بيقوله ليسوع اللي قاله تع حط إصبعك بجروحاتي وإيدك بجنبي كان عم بيقوله ربي وإلهي وهالكلمة هايدي أو هالعبارة هايدي بترفقنا نحن اليوم كل مرة بدنا ننقناول جسد الرب منركع قدامه ومنقله ربي وإلهي وهالأمر هيدا هو اللي دفع تومى اللي كان أحيانا يمر إخبار هيك فيها مثل النقد لكلام المسيح أو من شك أحيانا بكلام المسيح هو اللي دفعوا لحتى يأكد لنا على انتقال العذراء مريم مثل ما بيخبرنا التقليد انتقاله بالنفس والجسد إلى السماء لأنه لما راح هو ليبشر بالمسيح بالهند وعرف أن العذراء مريم معادة موجودة على الأرض إجا بدي شوف أبرة فتحوا الأبر ما لقوا العذراء مريم ولا لقوا جسدها ولكن رائحة زكية عم تنبع من القبر من هالمنطلق هيدا تومى الرسول اللي فعلا منشوفه عمل انطلاق جديد بحياته لما تعرف على يسوع وخاصة بعد القيامي حمل رسالته وراح يدور فيها بأماكن متعددة لحتى يكون عم يعلن أن يسوع المسيح هو مخلص العالم الأوحد وبالتالي هو القائم من بين الأموات وعم يدعي الناس لحتى يكونوا قياميين مثل المسيح ومثل ما هو بيأمن وإذا زلزلة عظيمة حدست لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالسالج الملائكة هن أشخاص أو بالأحرك كائنات نورانية تنتمي إلى العالم الميتافيزيك الغير المنظور الماورائي يعني العقل ما بيقدر يدركه بقوة العقلية أو القوة اللي أعطيت لأله أو زرعت فيه ولكن الملاك نحنا كما بتعلم الكنيسة بالكتاب المؤدس وباللهوت وكما ظهر بالكتاب المؤدس القديم والجديد هنه هالكائنات هايدي الممجد النوراني إلى طبيعة نورانية مثل ما قلنا ربنا بيستعمل إلى دور معين هي بتنقل كلام الله إلى البشر وخاصة الكلام يلي قاله عليها بخلاص البشر مثل الملاك جبرائيل يلي نقل مشروع خلاص بولادة العم نوئيل يسوع المسيح إلى مريم العذراء فإذا دور الملاك يلي هو بد ينقل إرادة الله حامل لهالإنسان المدعو البشارة والمشروع يلي الله بد يه بالنهاية منه بس ولكن الملاك مثل ما بنعرف بيظهر إلنا نحن البشر والناس المدعوين بأبعاد إنسانية تاريخية يعني الشكل واللون أكيدا لأنه مثل ما بنعرف أنه بيعالم الله عالم بسيط ما فيه كتير إشا مادية بس ولكن بيظهر لأن الملاك حتى يقدر الإنسان إيه له هيك بالجسد والمدارك يلي عنده الإنسانية المحدودة حتى يقدر يقبله يعني إذا شفت إنه لابس لابس أبيض أو وجه بشري أو عم بتجلل إلنا بأشكال إنسانية حتى الإنسان يقدر يقبلوا بقلب التاريخ حسب هيك الكاتيجوري يعني حسب هيك الماهيات المعرفية يلي بتقدر تقبل الأمور هيك بطريقة إنسانية فإذا هيدا هو الملاك اللي إجا متل ما بنعرف نحنا بمن بعد موت يسوع وإيام يسوع جاية عم يستعملوا الإنجليين وخاصة الإنجلي متى حتى يكون مثل عنصر شاهد عنصر إلهي عنصر مش بشري عنصر جاية من عالم الله حتى يشهد لإيام يسوع ويسبت إيام يسوع لأنه كانت أول مرة بتاريخ البشري بتاريخ الوجود الإنساني بأنه إنسان يموت قدام العالم كلا سوا ويرجع يقوم بالجسد تبعوله يعني كانت القيامة حدث القيامة كان حدث صادم إيجابي للعالم ويزيت الفعل محير للعقل البشري كيف هالإنسان اللي شفنا عم بموت يعني بيرجع يقوم مش نهيك الملايكي استعمل الإنجليين حتى يسبتوا فعليا كعنصر خارج الطبيعة البشرية وتفوق صفته وطبيعته أكيدا المدارك الإنسانية يسبت أنه يسوع المسيح نعم قام إلى جانب شهادة النساء اللي رايحين تحت بالفعل هن يشوفوا القبر بمتة وكأنه نعرفين أنه يسوع بده يقوم مش رايحين تحت عند متة تحت يدهنوا بالطيب في عنده انتويسيون في حدث بأنه يسوع المسيح بقلبهم كانوا شاعرين وبالحد استبعولون وبإيمانون بأنه يسوع المسيح قام من بين الأموات وهذا هو الملك اللي عم بيأكد لهم بشهادته لحمله من عند الله جايين تفتشوا على يسوع المسلوب بين الأموات يسوع المسيح مش هون يراح قيم يعني أكي وأصبح أكيدا منتصرا على الموت وحاملا رجاء القيامة إلى الجميع قال لها يسوع يمرأ لماذا تبكين من تطلبين فظنت تلك أنه البستاني فقالت له يا سيد إن كنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه قال لها يسوع يا مريم فالتفتت تلك وقالت له رابوني الذي تفسيره يا معلم مريم المجدلية مريم كباقي المريمات ومريم أم يسوع وسلومي هن الأشخاص يلي حقيقة بحياتهم مريم المجدلية بحياتها كانت مرأة بالنسبة للمجتمع خاطئة وجاء المسيح وقال لهم من منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر وما فينا منشوف صورة مريم المجدلية وقت اللي اجت وبكيت كتير على اجرين ربنا يسوع المسيح ومسحت الدموع على اجرين بشعر رأسه ودهنت اجرين يسوع بالطيب وهو المسيح يلي قالنا انه هايدي يغفر لها كثيرا لأنها احبت كثيرا هذا الحب الكبير وهذا الحب يلي من خلاله ربنا اجوا على هذه الدينة وقلنا بالعهد الشديد بالقيامة انه هذه الدينة هي مشاركة في هذا الحب مشاركة في هذا الخلاص وكان واحد من المذنبين المعلقين يجدف عليه قائلا ان كنت المسيح فخلص نفسك وايانا فاجاب الاخر وانتهره قائلا اولا تخاف الله اذ انت تحت هذا الحكم بعينه اما نحن فبعدل لاننا ننال استحقاق ما فعلناه واما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال لي يسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم تكون في الفردوس معي اكيدا نحن في عنا هيك اشكالية يعني اللي خلق خلقوها اللص اليمين واللص الشمال الاشكالية هي تجسدت ببعض التساؤلات الانطولوجية والفلسفية واللاهوتية انه هاللصين يلي انصالبوا مع يسوع المسيح اكيدا حسب العادات اليهودية اكيدا كانوا يصلبوا بمناسبات معينة لاجل عقوبات كعقوبات على جرائم فعلوها السؤال المطروح يلي عم بيطرحوا العالم اليوم انه حل لص الشمال نيل الغفران نيل الخلاص شو كان بالنهاية مصيره نحنا بنعرف انه اللص اليمين هو يلي اعترف بألوهية يسوع او او التعاطف بالنهاية معه وقال انه نحنا عن نتقلم وعن ننصلب لاجل نحنا عقوبة او لاجل جرم افتعلناه اما انت البار يلي ما اقترفت اي شيء انت لاجل شو بالنهاية عم تنصلب ساعت وقال طلب منه انه يخلصوا ونعرف على انه يسوع المسيح عم بيقل انت اليوم بدك تكون معي مش بعد ثلاث ايام عم بيقله انت اليوم بدك تكون معي بالفرداوس يعني من بعد موتي انا وقيامتي دغري من بعد انا ما اوم ما اموت بدي ارجع اوم انت دغري مباشرة بدك تكون معي بالفرداوس يعني انت بموتي يا لص اليمين انت بالنهاية الخلاص اللي عم تنتظروا الشعوب كل يتسوى اما اللص الشمال يلي كان بيستوجب اكيدا دينونة الله وعقاب الله هولو السئل المطروح هل يسوع المسيح عقبه بهلاك ابدي انا بقول انا بقول والكنيسة بتقول بتوسع رحمة الله بتوسع غفران الله اللي محدود اذا كان يسوع المسيح على الصليب عم بيغفر لصالبي وعم بيبرر بالنهاية صلب لالو حتى ما يخلي اللي ولا خطيئة ولا خطأ عم بيقول لانه لا يدرون ماذا يفعلون اذا كان هو عن يعمل مع الصالبي تبعوله كيف ما هو بده يعطي الحياة او يغفر او يرحم او ياخد معه لص الشمال الى الحياة الابدية انا ما بتصور ولا الكنيسة بتتصور باعز واقدس اللحظات الخلاصية يعني بحدث الخلاص اقدس ما فيه لحظاته موت يسوع على الصليب انه ربنا يستبعد خلاص اللص الشمال هو يلي كان عم بتعذب اكيدا ويسوع بتفهم عذابه هو مع الله على الصليب وكان وكان بده حرق انه لو استفز يسوع كمان من انطلاعا من رغبته انه حدا بالنهاية يشفي فايزا انا بقول والكنيسة بتقول وهذا حدثنا وهذا مفهوم لغفران الله الجاية يسوع عم بيموت على الصليب بهاللحظات المؤدسية اللي فيها ملء المحبة ملء الغفران ملء الحب اكيدا ما بتصور انا انه ما بيكون كمان غفر للص الشمال واخدوا معه وقادوا اكيدا الى الحياة الابدية لانه بيعتبر انه مثل كل هالاشخاص القبل موت المسيح اقترفوا بالنهاية الخطايا ورب يعني بيرجع بيغفرهم من شن هيك انه من بعد الموت موت يسوع وقيامته هالثلت ايام يلي هن فصلوا بين ايام يسوع يعني العلنية يسوع المسيح كان ضمنا هو عم بزور عالم الاموات الشيول محل ما كانت البشرية كلها من ادم العاقل اكيدا لحد اليوم عم تنتظر حدا يحرر من قيود الموت والظلام اللي كان تعيش فيه جاء يسوع عم بيبشرون عم بيقلوا انتعوا خطيتكن انتو هالخطية الكبيرة اللي متناهية اللي عملها الادم والانسان وقت اللي استبعد الله من حياته جيت انا اخدت عنه صق طبعول صق الزنب اللي افتعله ادم وجاي انا مت عن ادم وتحط رضيت عضيلة الله وانتو يا بشرية فتديتو فتديتو بهالدم بهالزبيحة الكبيرة يلي رضيت الله وفيكن تفوتوا كمان كلكم سوا وترجعوا الى الحياة الى عالم السعيدة يلي انتو خسرتوها بلعنة ابيكن الاول ادم وفيما هما ذاهبتان اسقوم من الحراس جاءوا الى المدينة واخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا واعطوا العسكر فضة كثيرة قائلين كولوا ان تلاميذه اتوا ليلا وصركوه ونحن نيام وان ثمع زائر وذلك عند الوالي فنحن نستعطفه ونجعلكم مطمئنين فاخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم فشاع هذا القول عند اليهود الى هذا اليوم لما وضعوا يسوع في القبر كانوا حطين علي جنود تماما متل ما كانوا مرافقين الجنود هو وحي هو وماشي على درب الجلجلة ولما وصل على الصليب على الصليب في احد الجنود بيلتفت بيسوع المهمش المدمة المصلوب اللي عم بنازع وبيقول في الحقيقة هذا الرجل هو ابن الله وهي دا الكلام اللي كان يسوع عم بيقوله طوال فترة فترة بشارته على الأرض اليهود الكتبي الفرسيين الكهني رؤساء الكهني ما وعيوا الى هذه الحقيقة ما عرفوها بالرغم من العجايب اللي عملة يسوع على الأرض الجندي اللي كان قدام الصليب هو اكتشف الحقيقة وبالتالي قال هذا الرجل هو ابن الله الجنود كمان اللي كانوا واقفين على باب القبر اللي عطوهم مصاري حتى يشهدوا انه المسيح مقام اللي طلبوا منهم انه يحرصوا القبر لانه فيه اتهام انه يمكن الرسل يجيوا يسرقوا تلاميذ المسيح هالجنود فيه فرق بينهم وبين الجندي اللي قال في الحقيقة هذا الرجل هو ابن الله لانه هالجنود مع انه القائمين ما كانوا يقاموا انه يسوع المسيح قام من بين الأموات بس اهلوا شغلي لما اجوا عم يسألون عن المسيح انه نحنا كنا عم نحرص القبر حراسة مشددة ولكن ما عرفنا شو اللي صار في حين انه المجدلية عرفت الرسل المسيح ظهر لهم وهون قديش حقيقة نحن بدنا نكون عم نتوجه بإيماننا لربنا لحتى دايما يعزز عنا الشهادة للحق والشهادة للحقيقة التلاميذ اذا كان متل ما قال عنهن الانجيل غفيوا على القبر ما لازم كان يغفوا عن الحقيقة اللي هي يسوع المسيح واللي قال عن ذاته انا الطريق والحق والحياة كان واجب عليهم انه نمشوا على طريق المسيح لحتى تكون لإلهم الحياة الابادية ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الأكفان بل ملفوفا في موضع وحده يسوع شابه الإنسان بكل شيء تاريخيا ووجوديا أكيدا معضل خطية فإذا من بعد موت يسوع دفن يسوع بقبر كما تدفن كل الأموات وحسب العادات والتأليد اللي كانت أكيدا مرعية بهيك الأيام على أيام اليهود فإذا إلى مع أنه يوسف الرامي طلب اللي كان هو عنده مركز وعنده نفوذ لدى الرومان طلب أنه يحصل على جسم يسوع ولو ما كان يوسف الرامي عارف ببراءة يسوع كونه صديق وتألم براءة لأجل خلاص الإنسان هو من تتلمز على إيده ما كان تجرأ وطالب بإستلام جسد أكيدا لص أو إنسان خاطئ فإذا نرح استلمه هو نحط بقبر أكيدا لازم يكون مميز شوي صغير لأنه كانت الناس تعرف بأنه يسوع المسيح هو النبي وغيره كان يعرفوا بأنه هو إله بالحالتين بالتسميتين حسب المفهوم نسبيا لكل لكل صفة من يسوع فإذا أعطي ليسوع قبر أنه يكون مثل قبر كل الناس ولو مميز بمحل معين فإذا يسوع المسيح وجد بقبر ولم بعد القبر دفن حسب عادات وتأليد يهودية يعني لفوه أكيدا بهالكفن بهالكفن يقول عنه أنه من حرير خالص لأنه مثل يوسف الرامي كمان الوقت اللي أخده ودفنوه تمو بدفنو كان مثل ما قالنا بزيت الفعل كانوا بيعتبروه أنه هذا هذا يسوع أو بالأحرى المصيح المنتظر أو النبي يلي كانت الناس تعرف فيه أو عند البعض ابن الله لفوه بهالكفن يلي هو معمول من قماش من حرير أكيدا خالص وعالي السمن أكيدا ولكن كانوا حسب العادات كانوا يطيبوه يدهنوه بالبلسم والعطور والنبطات العطرية إلى آخره فإذا هل كفن هذا يلي كفن في يسوع أكيدا ملفوف فيه من تحته جاي من فوق راسه على صدره إلى آخره أكيدا بشكل دائري مثل ما شفنا نحن أكيدا هذا من بعد الملاك وقت اللي شافه شافه مطوي أنه هيدا العلامة يلي نلف فيها الميت اللي نلف فيه يسوع التاريخي المعزب المقور المسلوب هو انطوى يعني آم منتصر حتى الكفن هو بدل على انتصار يسوع المسيح وقت اللي انطوى وكان محطوط بالنهاية على جد وكانوا عم بيقولوا أنه دور الموت اليوم انتهى صار في أنه نحن دور الانتصار والقييم بيسوع المسيح هل كفن هيدا يلي كان مثل تماما هل يشارب أو هل يلي هالرداء أو اطعت لقماش يلي الديسي فيرونيكا مسحت فيها وج يسوع المسيح تطييما لخاطره هو اللي ماشي على هالطريق حتى ينصلب ومثل من طبع وجه نيجاتيف وجه على هال منديل تبعه الفيرونيكا رجع أكيدا بقوة القيامة بهالقوة النور الطالع من القبر وقت القيامة طبع بالفعل وج يسوع المسيح وجسده بكل ما تحمل هالجسد من أثار وندوب من بعض الصلب فإذا لق هال هالمنديل مثل ما شفنا بالفعل الحكاية قصة أو أرشيف بأرخ عمليا حسبيا وجوديا بشكل ملموس ومنظور كل حسابات الضرب والعنف التي تمارست بالفعل على يسوع المسيح أكيدا بهالكفن من خلاله عرفنا وجه عرفنا الخصلات التي مشمعين بالدم عرفنا الكثف التي نحمل فيها الصليب كل هذه المعطيات الطبية الجسدية التي العلم درسها على الكفن من بعد مرتسم على كفن يسوع هذه معطيات كثير كثير مهمة ونحن بنعرف أنه هالكفن من بعد ما لقوه عامل رحلة كثير طويلة أخذوه الصليبين من هون على إيطاليا ومن إيطاليا بعدين انتهى بكدد رأي تورينو وكننا رحنا شفناه كان قيلنا الحص شفناه كانوا عرضينه لكل الزوار ومحطوط كان أو شي بأحد الأديار ورجع تعرض لحريق رجعوا بعدين زبطوا من بعد ما تعرض لحريق هالكفن هذا يلي سلمت الكنيسة إلى حتى الطب يعني الطب اختصاصيين بعلم الطب وعلم الطحنيط وفيزيائيين ورجال كيميا ورجال علم حتى يدرسوا إذا هالكفن هذا بالفعل يعود إلى ألفين سنة يلي بالعمر يلي ميت فيه أكيدا المسيح وأكيدا العلم انتهى بنتيجة أنه يلي حير هالكفن هذا حير بالفعل العلماء كيف نطبع هالنغاتيف وكأنه بوزيتيف على كفن يسوع المسيح وأكيدا آخر شي نقول نحن البابا يحن أبو ستاني وقت اللي قال عنه كنحط بهالمكتب عنده قال كلما نظرت إلى هذا الكفن وجدت نفسي تماما أمام نظرات يسوع المسيح موسيقى بعد قيامة يسوع من بين الأموات نتأمل تلمذاع عماوس يلي كانوا ماشيين الطريق وكانوا فعلا من بعد ما كانوا عينوا وسمعوا أنه يسوع قام من بين الأموات كان في عندهم شك بإيمانهم كانوا شكين وينوي اللي كنا متأملين فيه وينوي اللي كنا فعلا ناطرينه لحتى اللي خلصنا هذا اللي كنا عقدين كل أمالنا عليه وينوي وهن ماشيين بالطريق بيمشي يسوع معهم اليوم يسوع يلي هو دايما معنا يسوع يلي دايما حدنا مشي مع تلمذاع عماوس هالتلميذين يلي كان إيمانه ضعيف قال لهم يا قليلي الفهم وضعفي القلب بالإيمان اليوم يسوع أحبائي من خلال تلمذاع عماوس عم بيقلنا أنه نحن على مثاله كتير أوقات من شك بوجوده كتير أوقات من شك بقيامته كتير أوقات من شك أنه قادر يخلصنا أنه قادر يشفينا ولكن عندما نجلس ونصلي عندما جلسا وبلش لحتى يتناول العشاء لمن قعد وصار يفكر وعند كسره الخبز عرفاه اليوم أحبائي على مثال تلمذاع عماوس نحن كتير من المرات نقول قليلي الإيمان ولكن نتذكر كلام الرب نتذكر يسوع القائم من بين الأموات الذي زرع بقلوبنا الرجاء علينا أن نتمسك بإيماننا وعندما أتمسك بالإيمان يكون قلبي مملوء بالمحبة وأصلي فأقترب أكثر وأكثر من الرب وأعين مجده فتنفتح عيناي اللتاني حجبتا بسبب الخطيئة فأمجده دائما وأشكره لكل ما يعطيني من محبة ولكل ما يعطيني من شفاءات يومية ومن نعم كثيرة له المجد إلى دهر الدهور أمين اشتركوا في القناة